سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية استقبال الرسائل الواردة ولعمل ذلك نضغط على المفتاح Send Receive من شريط الأدوات القياسي Standard أو نفتح القائمة Tools ونختار Send and Receive All من القائمة الفرعية Send Receive أو نضغط على المفتاح F9 من لوحة المفاتيح فيظهر المربع الحواري Outlook Send and Receive Progress والذي يتم من خلاله إرسال واستقبال الرسائل وبعد انتهاء عملية إرسال واستقبال الرسائل يتم إغلاق هذا المربع الحواري تلقائيا ونلاحظ أن عدد الرسائل الواردة يظهر بجانب اسم الاختصار Inbox وبالضغط على هذا الاختصار يتم فتحه وعرض محتوياته ويظهر رمز الرسائل الجديدة كظرف مغلق داخل هذا الجزء ولقراءة رسالة واردة نضغط عليها بمؤشر الماوس فتم عرضها في الجزء Preview Pan وباستخدام الشريط المنزلق الموجود يمين هذا الجزء يتم استعراض محتوى الرسالة كما يمكن فتح الرسالة داخل محرر الرسائل بالضغط ضغطا مزدوجا على الرسالة فتم فتح الرسالة ويظهر محتوى الرسالة داخل هذا الجزء وفي الشريط الموجود على هذا الجزء يتم عرض بيانات الرسالة ففي الخانة From يظهر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالرسل ويظهر تاريخ الإرسال في الخانة Sent كما يظهر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل إليه في الخانة To وفي الخانة Subject يظهر موضوع الرسالة ومن خلال هذه النافذة يمكننا التنقل بين الرسائل الواردة وذلك بالضغط على المفتاح Previous Item للانتقال إلى الرسالة السابقة والضغط على المفتاح Next Item للانتقال إلى الرسالة التالية والإغلاق هذه النافذة والعودة إلى النافذة الرئيسية للبرنامج نضغط على المفتاح Close نضغط على المفتاح